تسعى ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران جاهدة لإحياء ما يسمى بيوم الغدير أو يوم الولاية كواحدة من المناسبات الشاعية التي أعادت الميليشيا إحيائها خلال السنوات الأخيرة متسطيرة باسم الدين بهدف إخضاع الناس لسلطتها وممارساتها العنصرية والطبقية الميليشيا تحشد الإمكانيات والأموال الضخمة التي تنهبها من اليمنيين لإحياء ما يسمى بيوم الغدير الذي يصادف الثامن عشر من ذي الحجة من كل عام كما تحشد المواطنين في مناطق سيطرتها بالقوة لإجبارهم على حضور تلك الفعاليات لتشجيل الولاية لسلالة الإمانة بوجهها الجديد ومن أجل إطفاء مشروعية دينية وتاريخية لسلطتها ومحاولة إقناع الناس بأحقيتها الوحيد في الحكم تعمل هذه الميليشيا على جمع نصوص وأحاديث وتفسرها على هواها بما يخدم مشروعها بطريقة معاكسة لقواعد الدين الإسلامي الحنيف الذي أكد على الشورى في الحكم وجعل الناس سواسية فلا فرق بين طائفة وأخرى أو سلالة وأخرى كما أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد والتي تعمل هذه الميليشيا على إعادتها من جديد ورغم محاولات الميليشيا الحوثية المتواصلة لاستبدال عقيدة الناس بفكرها الظلامي وصلخهم من يمنيتهم إلا أنها لم تستطع إقناعهم في تغيير أفكارهم وقناعتهم لقد فهم اليمنيون أسالب هذه الميليشيا التي جلبت الحرب للبلاد وعملت على إعادتها إلى ما قبل ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين من أجل الاستيلاء على السلطة ومن يمارس الطقوص الشيعية مع هذه الميليشيا إلا القليل غالبيتهم من أتباعها وسلالتها أو من أجبرتهم بالإكراه على حضور فعاليتها ينقادون وراء مزاعمها خوفا على ممتلكاتهم ومصالحهم الممارسات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية تحت مسمى يوم الغدير أو الولاية أو أي مناسبة طائفية أخرى جميعها تندرج في إطار سياسي حوثي شاعي يهدف لإخضاع الناس وتقديسهم لسلالة الميليشيا والتنازل عن حقياتهم في اختيار الحاكم كي تنفرد بالسلطة فلا يهمها الطعن بالإسلام أو هدم قواعده ومبادئه